ليس شارعا في أوروبا إنما شارع في العراق صدق أو لا تصدق فطبلط هذا الشارع أنجز على يد شاب عراقي بسهولة ويسر دون أن يدق أبواب سياسيين أو يبحث عن مصالح شخصية العملية سالة وبسيطة جدا حيث أصبح بمقدور أي عراقي اليوم في محافظات الجنوب والشمال والوسط أن ينهي معاناة عاشها على مدار عشرة السنين فقد منح الشاب مجهول الهوية حلا سحريا لعقدة الخدمات التي يعيشها العراقي وكأنه في زمن ما قبل الجاهلية أما تلك العملية فقد تمت عن طريق برنامج فوتوشوب على جهاز الشاب المحمول نعم إنها الأحلام التي يختزلها العراقيون في هواتفهم وفي حقائبهم وعلى صفحاتهم في منصات التواصل الاجتماعي الغائبة على أرض الواقع هذه هي الحقيقة التي تقول قد يسعى شاب في بلد آخر لتحقيق حلمه ببناء بيت العمر لكن في بلد النفط يعيش العراقي حياته يحلم بطبليط شارع فيلجأ لمحقق أحلامه ليس إلى سياسي وليس إلى حكومة إنما يلجأ للأستاذ فوتوشوب الذي لا تحتاج لتقديم مصلحة له أو مقابله ترجمة نانسي قنقر